من هو رئيس الحكومة راشيد الصلح؟ بعد انكفائه لزمن طويل عن الساحتين السياسية والإعلامية أغمض رئيس الحكومة السابق راشيد الصلح عيناه تركاً هذه الدنيا عن ثمانية وثمانين عاماً الصلح دخل سياسة اللبنانية نائباً عن بيروت عام 1964 لينتخب من جديد في عام 1972 ومن ثم عام 1992 عرف بمواقفه العربية ودعمه للثورة الفلسطينية وفي عهد الرئيس سليمان فرنجيه وتحديداً عام 1974 عين الصلح رئيساً للحكومة للمرة الأولى واستمر في هذا المنصب حتى 15 أيار 1975 أي بعد نحو شهر على اندلاع الحرب يومها توجه الرحل إلى مجلس النواب وأتلى من هناك بيان الاستقالة انتهت الحرب وعاد الصلح رئيساً للحكومة عام 1992 في عهد الرئيس الياس لهراوي ولكن لخمسة أشهر فقط أشرفت حكومته على إجراء الانتخابات النيابية أنذاك وكانت انتخابات قاطعها المسيحيون يرحل رشيد الصلح وفي بالي كل من عصروه كلام كثير عن سرعة بديهته وبرعته في الخروج من المواقف الدقيقة والصعبة ترجمة نانسي قنقر